بقي مفهوم النهضة العربية بلا إجابات قطعية منذ ظهور هذا المشروع مع بداية حقبة الاستعمار الأجنبي للبلاد العربية في بداية القرن الثامن عشر كما ظلت مقاصد هذه النهضة وأسسها غير متفق عليها بين العرب أنفسهم هل هي مستخلصة من النهضة الغربية بعدها ظاهرة تاريخية أم للعرب المسلمين مورثهم وحضارتهم وقواعدهم الثابتة والتي أسست حواضر كبرى ساهمت بإثراء الحضارة الإنسانية وتطويرها على مدى تسعة قرون مرت عقود على حديث النهضة العربية وظلت تساؤل نفسه لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم ولماذا فشلت معظم محاولات التغيير والإصلاح والثورة في الوطن العربي وانصب الصراع والحديث عن قضايا يفترض أنها محسومة مثل قضية المرأة، الدين والدولة، مسألة الديمقراطية ومبادئ النظام السياسي والمشروعية ويرى باحثون عرب أن مشروع النهضة أصبح دفاعا عن الوجود والهوية في مواجهة المشاريع التي تستهدف المنطقة العربية مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير والإبراهيمية ومكافحة الإرهاب تحتاج النخب العربية إلى إرساء قواعد جديدة حول النهضة المعاصرة وإلى مراجعات ودراسات متعمقة شبيهة بدراسات حسن حنفي وحمد عابد الجابري حول أزمة الهوية في الفكر السياسي العربي أو دراسات لموقف الجابري من التراث والنهضة ويرى عدد من الباحثين بينهم الكاتب ماهر الشريف أن هناك تيارين رئيسيين تبنيا مشروع النهضة تيار الإصلاح الديني من جهة وتيار لبرالي غلب عليه إلى حد كبير الطابع العلماني من جهة ثانية وبينهما قواسم مشتركة أهمها العلم والاستناد إليه والقاسم المشترك الثاني هو الدعوة إلى الانفتاح على العالم والاقتباس المشروط عن الغرب والقاسم المشترك الثالث هو تبني مبادئ الحرية والعدل والمساواة وسلطة القانون الأنظمة السياسية العربية خيبت الآمال في تحقيق الوعود العظمى للنهضة العربية الأولى وأهمها حرية الوطن والمواطن والنهوض في مجالات التعليم والاقتصاد والثقافة في فضاء يتسم بالحرية ولا تمارس فيه الدولة القهر ضد المواطنين اشتركوا في القناة